عقب الهجوم الدامي الذي شنه داعش على محافظة السويداء كشف المرصد السوري عن تفاصيل عمليات الاختطاف التي نفذت في المحافظة المرصد أكد أن التنظيم خلال هجوم الأربعاء الماضي اختطف 36 سيدة وطفلاً جميعهم من قرية الشبكي في ريف السويداء الشرقي وتمكنت أربع سيدات من الفرار في وقت لاحق فيما عثر على جثتين امرأتين أخرين إحداهما مصابة بطلق ناري في رأسها والأخرى مسنة يرجح أنها توفيت جراء التعب أثناء الهروب ما يعني أن داعش لديه 30 رهينة فيما سبق وأفادت مصادر في السويداء بأن عدد الرهائن 20 سيدة تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً و60 عاماً إضافة لنحو 16 طفلاً ما زالوا لدى التنظيم المتطرف حتى اللحظة في الأثناء واصل النظام السوري شن ضربات جوية متفرقة تركزت معظمها على منطقة الكراع أبرز معاقل التنظيم في بادية السويداء إضافة إلى هجامات استهدفت قرية إمرواق وحمل الأهالي نظام الأسد مسؤولية ما حدث في المحافظة جهات محلية أشارت إلى أن وجهاء السويداء حذروا مايو الماضي من خطورة الاتفاقات التي أبرمها النظام والتي أدت إلى نقل مسلحي داعش إلى مناطق متاخمة للسويداء في وقت تم فيه سحب جيش النظام من عمق بادية السويداء لتترك القرى الشرقية كخط مواجهة أول مع تنظيم داعش إيلين يوسف العربية ترجمة نانسي قنقر